غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنية دكتور رشاد العليمي عدا متوجها إلى البحرين التي تستضيف الدورة الثلاثة والثلاثين لمجلس جماعة الدول العربية على مستوى القمة ومن المقرر أن يتمع القادة العرب في المنامى غدا الخميس لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالعمل العربي المشترك وفيما تتصدر القضية الفلسطينية أجندة قمة البحرين لا سيما في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستكون الأزمة اليمنية أيضا حاضرة في ملفات القمة من القاهرة المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في القاهرة الأستاذ بليغ المخلافي أستاذ بليغ أهلا بيك ما المتوقع كل العيون والاهتمامات مسلطة على رفح وعلى القضية الفلسطينية وهنا البحث عما ينتظره الملف اليمني تحديدا من القادة العرب الذين سيتمعون غدا أنا عم سلام الخير وعلى أستاذ محمود لك أستاذ المشاهدين حقيقة بالتأكيد في ظل الأوضاع الحالية وما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات إسرائيلية مستمرة وحرب على الشعب الفلسطيني في غزة وتطورات الأوضاع أيضا في رفح القضية الفلسطينية هي دائما تتصدر المشهد في كل لقاءات القمة سواء ليس في لقاءات القمة فقط ولكن في العمل العربي المشترك من خلال الجامعة الدول العربية بكل قطاعاتها وبالتالي في كافة المستويات دائما القضية الفلسطينية هي تكون في الصدارة باعتبارها القضية الأم والرئيسية لمنظومة العمل العربي لكن بالتأكيد هناك ملفات أخرى سيتم مناقشتها في القمة من خلال زعماء العرب بالتأكيد اليمن السودان ليبيا لبنان سوريا العراق كل هذه الملفات هي حاضرة أيضا في جداوى الأعمال الجامعة العربية بالنسبة للملف اليمني منذ العام 2015 كان له حضور بالتأكيد حضور لافت من خلال كل القمم التي عقدت والتي أكدت على دعم الشرعية اليمنية وأيضا على مسألة سيادة اليمن واستقلاله ووحدة أراضي هذا الاتفاق أو هذا الإجماع في الجامعة العربية هو مستمر منذ العام 2015 ولم يحدث أن اعترضت أي من الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية على أي من القرارات والبيانات الصادرة بخصوص اليمن استجد هذه المرة في قمة هذا العام في المنامة ملف البحر الأحمر والدول الكبرى المؤثرة هي دول متشاطئة على البحر الأحمر مصر السعودية وغيرها من الدول وهنا ما المتوقع أن يشار إليه في هذه القمة في إطار هذا الصراع المستجد في البحر الأحمر بالتأكيد والتطورات الأخيرة في البحر الأحمر والعمليات الحوثية والتي كانت آخرها البارحة والتي تم الإعلان اليوم عن استهداف مدمرة أمريكية وسفينة أخرى هي أصبحت تأخذ بعدا دوليا أكثر الآن من خلال سواء تحالف حارس الازدهار أو من خلال العمليات التي تقوم بها البحرية الأمريكية والبريطانية وبحريات عدد من الدول الأوروبية هذا الملف يشكل بالتأكيد تحدي ليس فقط للدول المشاطئة للبحر الأحمر وإنما للمنظومة العربية بيكمل هذا التهديد الحاصل في البحر الأحمر ويطال الأمن القومي للمنطقة مصر تضررات السعودية بالتأكيد متضررة كل الدول العربية متضررة مما الممارسات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية وأيضا الآن الضرر أصبح دوليا نحن نتحدث اليوم عن ارتفاع كلفة التوريد عن ارتفاع تكاليف التأمين وبالتالي ارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد هذا التحدي بالتأكيد وسيكون ضمن جندة القمة العربية وبالتأكيد ستكون هناك إشارات واضحة إلى دعم الحكومة اليمنية في مسألة مواقهة الميليشيات الحوثية لكن يظل دائما الحديث عن كيفية دعم الحكومة الشرعية لبس نفوذها على السواحل اليمنية والقيام بدورها كدولة ضمن المنظومة العربية والمنظومة الدولية الشق الاقتصادي سيد بليغ في الحكومة اليمنية وفكرة الدعم الاقتصادي إلى أي حد يمكن استصدار بند من بيان المنامة المنتظر في هذه المسألة من الدول خلال الفترة الماضية كان هناك دعم اقتصادي مقدم من المملكة العربية السعودية أيضا هناك دعم مقدم من بعض المانحين للأسف الأولويات والتطورات الحاصلة سواء في المنطقة أو في العالم منذ الأزمة الروسية الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية وما يحدث في غزة الآن والسودان والعديد من الملفات شاهدنا تباطؤ الدعم أو انخفاض مستوى الدعم المقدم لليمن وتحديدا للأمم المتحدة فيما يخص الملف الإنساني وشاهدنا هذا العام ربما الأمم المتحدة أخفقت في جمع التمويلات اللازمة وحتى ليست التمويلات اللازمة فقط وإنما لم تتمكن من جمع حتى 10% أو 15% من التمويلات المطلوبة لعمليات الإغاثة الإنسانية لكن على المستوى الاقتصادي اليمني ودعم البنك المركزي اليمني ودعم الميزانية الحكومية كان هناك دعم ساخي من قبل شقاف المملكة العربية السعودية وهو يقدم على شرائح كل فترة لدعم الميزانية ودعم صرف المرتبات وملف الخدمات بالإضافة إلى الدعم المقدم في موضوع المشتقات النفطية لاستخدامها في تشغيل الكهرباء نعم هنا نقطة أخرى وفكرة الحرص على عدم التدخل يعني أنا الحقيقة أسترجع بعض البنود التي كانت تخص اليمن في بيانات القمم السابقة وفكرة استقلالية الدول عدم التدخل عدم التدخل في الشؤون اليمنية أو في الدولة اليمنية إلى أي حد يمكن تطوير هذا البند يعني أي إيجاد ألية لتنفيذ هذا البند وهو عدم التدخل الدول بعينها في الشأن اليمني وفكرة الميليشيا وشيء من هذا القبيل خلال السنوات الماضية منذ العام 2015 وفي كافة المستوات كما تحدث سواء على مستوى المندوبين أو على المجلس الوزاري الذي يلتأم من وزراء الخارجية أو على مستويات القمة كان هناك إشارات واضحة فيما يخص التدخلات الإيرانية في أشياءنا اليمنية ودعمها لميليشيات الحوثي وأيضا عملية واستمرار تدفق على سلحة من إيران للميليشيات الحوثية بالتأكيد هذا البند سيضع مستمرا وسيضع قائما القادة العرب في كل قممهم يؤكدون على هذا الأمر كما قلت ربما ما يميز الملف اليمني وتحديدا في أروقة الجامعة العربية أن هناك توافق لم يحدث أن اعترضت أي دولة على أي من مقررات القمم أو من مخرجاتها أو من بياناتها خاصة فيما يتعلق بالشأن اليمني هناك وحدة كاملة داخل أروقة الجامعة داخل المجلس أو داخل لقاءات القمة المجلس الوزاري واللقاءات القمة فيما يتعلق بالشأن اليمني وبالتالي أعتقد بالتأكيد سيكون البيان بيان هذه القمة مشابها لبيانات القمم السابقة سواء في مسألة التأكيد على دعم الشرعية الدستورية بمثلة من مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي والحكومة وأيضا الحرص والتأكيد على سلامة اليمن واستقلاله ووحدة أراضيه ومنع التدخلات الإيرانية في أشأن اليمني واستمرار دعم الميليشيات بالأسلحة شكراك أستاذ بليغ المخلافي من القاهرة شكرا جزيلا لك